فرنسا لن تتخلى عن هويتها لهزيمة الإرهاب تأكيد خرجت به الحكومة بعد اجتماع أمني عالي المستوى حرص على التأكيد على احترام حكم القانون لحماية قيمة ديمقراطية الفرنسية لا يمكننا أن نخرج عن إطار القانون لحماية دولة القانون فإذا ما فعلنا ذلك وخرجنا عن إطار الدستوري ومبادئ الجمهورية والحريات فنحن نكون بذلك قد ساعدنا الإرهاب على الانتصار الاجتماع الأمني اتخذ عدة قرارات للتنبيه من أي خطر قد يستهدف البلاد مجددا وخاصة المناسبات الخاصة التي تنوي فرنسا استضافتها بحثنا مع وزير الداخلية ضرورة نشر عشرة ألاف جندي وما طلبه رئيس الدولة من تقاسم الحراسة بين الأمن والجيش حول التجمعات البشرية خلال المناسبات السياحية الإجراءات التي بحثتها القيادات السياسية والأمنية في فرنسا لم تتوقف على الداخل بعد حرص الحكومة على إرسال رسائل تحليل قوية للتنظيم داعش في معاقله بسوريا والعراق صادقنا على التوجهات التي تمت مناقشتها في واشنطن الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتحالف وهي المقترحة التي قدمت لمجلس الدفاع والبرلمان بالأمس وهي قرارات تؤكد رسال حاملة الطائرات شارل دي جول إلى المنطقة بداية سبتمبر المواجهة ضد داعش لن تقصرها الحكومة الفرنسية على الإجراءات الأمنية والعسكرية بل ستشمل أيضا تمتين الجبهة الداخلية ونزع فتير أي توتر بين الديانات ولهذا حرص الرئيس على الاجتماع بممثل الديانات في فرنسا عبرنا عن رغبتنا في أن تكون أماكن عبادتنا اليهودية والمسيحية والمسلمة أكثر أمنا فباسم مسلمي فرنسا أود أن أعبر عن حزننا العميق وتعاطفنا أمام هذا الانتهاك الصريح للحرمات المخالفة لكل تعاليم دياناتنا جهود تجاوب معها المجتمع الفرنسي بسرعة ولعل هذا ما دعا وسائل الإعلام لاتخاذ قرار بالتوقف عن نشر صور منفذي الاعتداءات لتفادي تمجيدهم أو المساواة بينهم وبين ضحاياهم